موسيقى خلال الوافد وماش يصفي رأسك ماذا؟ بعدهاه يطول عمر بفترة يوم أو نص يوم عادة اللي تحصل ورجعت تحاول تفاهم أنت والطرف الآخر بشكل ودي وش المشكلة وش شرارة المشكلة؟ نعم عرفت شرارة المشكلة طبعا أنا يصير مني تنازلات الطرف الآخر يصير مني تنازلات المشكلة أن بعض الناس صراحة يعني يقول لا كرامتي هذه أنا ما تنازل لا بالعكس لا خطأ يعني قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا الأحاديث وسمعنا المنقول وسمعنا فعلا إذا ما تنازلت عن أمور واجد بحياتك سواء مع الأهل ولا من برة صدقني ما راح يعني ما راح تعيش مبسوط ولا وراح تتعلم فاللي أبي وصله أنه زي ما قلتك اللي بتعاد عن محيط المشكلة ووقتها هذا أول شيء علشان ما يكون فيه علشان ما يكون فيه ردة فعل كل فعل ردة فعل فتهرب عن المشكلة ثانيا بعد ما تهدى العصاب تناقش أنت والطرف الآخر المشكلة طبعا طلعتوا بحل زي ما طلعتوا بحل قلوا الله هذا رايي وهذا رايك أي هنا الأفضل يدرس من الجانب هذا هذا سلبيات وإيجابيات وهذا سلبيات وإيجابيات خلص المرحلة الثالثة عاد هو يا أما استشاري أسري مثلا من خلال التليفون يعني حتى أنا أتوقع من خلال دراستنا بعلم النفس وعلم الاجتماع والشغلات هذه إنه ما ودك تظهر المشكلة تاخذ رقم استشاري نفسي أو استشاري اجتماعي أنا والله كذا 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 نبي من خلال معرفتك بالمواضيع الأسرية هل بعد دورهم يكلمون استشارية أو استشاري مو مشكلة هذا إذا ما نحلت